أفادت مصادر صحفية عن مغادرة السفينة أبولتراري السميناء الضبة النفطي بعد تحميلها أكثر من مليونين برميل من النفط الخامة في الوقت الذي تشهد فيه حضر موت دهور كبير في منظومة الكهرباء حيث وصل الساعات الانقطاع إلى حوالي 20 ساعة في بعض المناطق في ظل الارتفاع الشديد في درجة الحرارة اشتركوا في القناة